السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بحضرككم كميعاً مع حضرككم دكتور مصطفى حامد بري ودرس الفيروسات المناعمل مع تقوم الأوراق جامعة الكرة نحوضاً إن شاء الله هنتعلم إزاي نرسم اللايبوسوم كان كتير من السملاء في بوست كانوا عايزين يعرفوا إزاي ممكن نرسموا اللايبوسوم طبعاً كانوا يسألوا على البرامج اللي ممكن ترسمها أحناً نحوضاً نسمها ببرنامج الباوروينت لأنه هو متاح يعني فيه أكتر من برامج ممكن نرسمها به زي الإنكسكيب ممكن نرسمها برضو الإلستريتور لكن الباوروينت هو متاح للجميع وإن شاء الله موضوع بقاش صعب قوي يعني فنتعلم إزاي ممكن نرسم حاجة زي كده وأدي صور أنا رسمها بنفسي يعني بعض أشكال اللايبوسوم بس يعني مختلف فيه خرفة بسيطة في الألوان بس في الضغطية مش أكتر لكن هما تقريباً نفس الحاجة وهنعرف إزاي نرسم حاجة زي كده كل حاجة أهمها عندي أهمها الجزء عندي في في الجرافك الأبستراكت هو الجزء بتاع الشيبس ده فأنا هرسم هاخد هنا دي كوبي مثلاً أخدها كوبي كده بحيث إن إيه هرسم جنبها هنا وحضركم تشوف أول حاجة هرسم دايرة كل بساطة نهيت وهرسم عايز أرسم التيل دا فباجي من برضو من الشيبس هنا بلاقي فيه الشكل ده اللي هو الأرك أو ممكن أستخدم الشكل والكيرفر ونقول هستخدم شكل الكيرفر أضغط هنا كده وأجي هنا وأضغط ضغطة هيينتني معي وأعمل كده وأضغط ضغط دي وبعدين نفس الموضوع وأجي هنا وأضغط ضغطة وبعدين أجي هنا وأضغط ضغطة عشان ينتني معي وهنا في النهاية أضغط ضغط دي بس بعد كده أضغط على دي وأعمل وأقول له علشان كانت الأول دي دول ظهرين فوق الطائرة دي دلوقتي بقوا يعني مستخبين وراها كده علشان الشكل بتاعها يبقى كويس بعد كده هروح كاين نجمع الاتنين مع بعض ورايت كليك وقول لهم جروب علشان يبقوا شكل واحد بس أرفت عمل معه ممكن برضو اللي هي الدير دي أحددها بس كده قبل ما أعمل جروب ويممكن أديها بس شكل يعني سلاسي الأبعاد شوية لول شكل ده بعملها ازاي بضغط هنا بحدثها الأول الدايرة وبعدين بضغط على الجزء ده وبعدين بقول له بريسيت واعدين نجعل الثاني واحدة هنا اللي هي بريسيت تو فهتديني الشكل ده علشان يبقى نفس المنظر اللي عندنا ده طيب بعدين أرسل ده ازاي أول حاجة عشان أحطه في شكل دايرة وما توش لازم أرسل دايرة فهاجي هنا من شبس واستخدم الشكل اللي هو ده وممكن تضغط شفت وحضرتك بترسم الدايرة عشان تبقى مصبوطة بس هاجي بقى هنا وهروح جاي عامل ايه بقى؟ يعني عامل دي كده على الدايرة اللي هرسمها هنا ممكن انا اكبر الدايرة شوية فبحيس ان هي ايه تبقى عالية فاجي هنا ده وبعدين ألفه كده ده بيلف وجدت حد هنا لقى ده بيلفه كده فهنا بلفه كده وبعدين بحطه هنا كده على الدايرة بالزبط اهي وبعدين بضغط كنترول و دي كنترول و دي كنترول و دي بسيطة خالص اهي وبعدين احطها هنا وبعدين اعدلها بقى كده وبعدين اضغط كنترول و دي وبعدين اعدلها كده اه عشان بقى سهل على نفسي ممكن احدد التلات اشكال دول مع بعض التلات دول مع بعض اهو وقول له كنترول و دي اعمل دي التلاتة مرة واحدة هنا فاجي احطهم هنا و اه يعني ايه ازبط عليكم بقى اهي دي حاجة اعملها برضو كده و ممكن طبعا اعملهم جروب و مرة واحدة احطهم زي ما هم بس انا عشان ابقى دقيق اكتر بحاول اعملهم واحدة بس الجروب هقول لها لحضراتكم دلوقتي برضو هتسهل عنا كتير و اعمل دي كده اهي وبعدين كده كده اهي بصد 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 خالص واحدة ممكن احدد دول كلهم تاني كده كده اعمل اعمل كنترول و دي كنترول و دي وبعدين كنترول و جي فبقى بالمنظر ده اهو طيب وبعدين اجي بقى هنا الدول الفهم زي ما انا عايز كده اهو عشان هيوفر عليك كتير جدا شوى حضركم في الثواني خلاص خلاص الموضوع شكرا على كده اهو بكل بصد وهكزا لحد ما نعمل ايه الشكل الشكل ده علشان مضايحش وقت يعني هيبقى الشكل ده اه قدامنا يبقى مفروض بالمنظر بالمنظر ده اهو مفروض هيبقى المنظر الفوق ده هو اللي عندي اللي هو الخاري ده اه باعت كده هنا اللي هو ده هيبقى الشكل ده بعد كده علشان ارسم بالشكل التاني اللي هو جوه بقى اللي هو العكس ده نفس الموضوع هاخد مسلا اه واحدة من دول وبعدين نعمل لها كنترول و دي وبعدين اخدها وبعدين الفها لجوه بس اه انشيل بقى الدايرة دي كده او ممكن الدايرة دي نعمل ازاي بقى نيكي هنا في اه الجزء بتاع فيل واقول له اعمل هاني مسلا اه لونها ابيض من فيل واختار لون بقى عشان بس اعرف ايه اشوفه انا برسم كويس بعدين احد دي كده واجبها بصوتها كده بعدين اعمل تاني وبعدين اجي هنا كده وبعدين احط هنا حاجات دي بقى ايه اه برضو مش هتبقى فيها مشكلة اوي حتى ما تصبطتش لان بقى صغارها في الاخر لما صغارها ما تبقاش اه بين اوي التفاصيل الدقيقة دي فمش هتبقى شكلها ايه مش كويس يعني اه طبعا يفضل انها جوه ارسم دايرة تانية صغيرة طالص جوانا كده علشان تبقى ايه هنا كده مسلا دايرة صغيرة كده بحيس انها هتظبط عليها الاشكال بتاعتي وهكزا ممكن احدد التلاتة دول مع بعض اهم واقول له كنترول وشي وقدم كنترول ودي هيروح جاي عملي تلاتة ثانين الفهم هنا هنسح ديه لان هي طبعا ما بغلط هقول له كده وبعدين احط دول هنا كده وهكز عملة الفراض بقى دي عشان ما نضيحش وقت بس هنبقى بقى الفراض دي هتبقى بالمنظر ده بقى ايه الجزء اللي جوه ده دي بتبقى دواير بس عني مكان دارة دي مكان دارة دى، احط دواير صغيرة يعني تتتبقى داير صغيرة كده اهي واعدين بحطها هنا. واعمل دايرة صغيرة تانية كنترول و دي واعدين احطها هنا. املى الجابس دي. اهه كنترول و دي واعدين احطها هنا. واعدين كنترول و دي واعدين احطها هنا. وهكذا. بس. آآ باقي هنا كده على دي. وعمل له عشان تبقى ورا هنا ده المنظر ده. ممكن برضو حضركم تزبطوها يعني اه واحدة واحدة براحتكم خلص انا هنا بس عشان اه اه وقت الفيديو ما بقى شطور على حضركم. تمام? هتديني المنزل ده. ممكن بعد عشان اخلي الشكل اكله داخل لجوة. برسم برضو دايرة كده. اهي. هذه دايرة اهي. وبعدين بيجي هنا اعمل عليها وقول له وبعدين بيجي هنا ممكن اختار اللي هو ده. وبعدين بيجي هنا واقول له شفل معلش واقول له مش عايز خالص انا عايز اللون ده بس يبقى كده. وبعدين بيجي هنا احطها هنا كده. واقول له بحيس ان هي ايه? آآ تبقى ممكن برضو يعني افمقها شوية. كده. اقول له عشان بس تديني ايه? منظر كده اكله. منظر سلاسي الابعاد اللي هي الحاجات البيضة دي. بالمنظر ده. بس بعد ما رسم بقى الشكل اللي هو هيبقى الشكل زي الشكل ده كده. هيبقى اللي هو الشكل الكبير ده. خلاص. احدده كله. وبعدين بضغط شفت. تمام? وبعد شفت اصغر. اصغر الشكل. اصغر الشكل كده خالص. بيبقى الدفوهات اللي بتبقى في الشكل ببقى شفت. اهو. اصغرت بقى بالمنظر ده. بقى بالمنظر ده. الدفوهات كلها بتروح. ممكن بقى دلو اشكال تبقى الوان جميلة. ممكن اجي من هنا بقى من واختر الالوان الاصفر والحاجات دي كده. بديني المناظر الجميلة اللي احنا شايفينها دي. اعمل كنترول و دي. يكرر للشكل كل. يعني لو جيت هنا عملت كنترول و دي. هيديني شكل تاني. بعدين روح جايي انا. عمل له برضو نفس الموضوع الشفل. واختار اه اي لون تاني. مسلا وليكن دقيقا اي ان كان بقى اي لون تاني. اهو شفل. وبعدين اختار بقى اي اي لون تاني. اهو اداني المنظر ده. اختار اللون اللي انا عايزه. وماشي بقى فيه مشكلة. اه الجزء اللي هو بتاعت زيان طبعا احطيته في الشكل اللي هو ظهر في الشاشة. الحاجات دي جبتها من هنا عشان حضركوا وردوا بعرفين الصورة طالعة كده ليه. طبعا انا عايز اقاير الدزاين بس ده حاجة ليه طبعا مش هتبقى في النشر. اه بقايرها من هنا من دزاين بالاشكال بتبقى الحاجات دي. اه شكرا جزيلا حضركوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.